مبارح كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة تلفزيونية وكان فيه سؤال كده ليه علاقة بالدعوات العلنية المواقف العلنية المملكة العربية السعودية اللي لا تتطبق مع الدعوات او المواقف السرية بتاعتهم اللي بيقولوها الامريكان باننا جماعة ايه اضوا على حماس وخلصونا من الصداع ده تعالوا بشوف كده جزء من مقابلة وزير الخارجية السعودي بعدين تغريدة براك رفيد الصحفي الاسرائيلي تعليقا على اللي قاله فيصل بن فرحان ده كان الكلام براك رفيد عمل تغريدة على الفيديو ده تحديدا تعالوا نشوف قال ايه ان براك بيقول ان فيه بعض المسؤولين الامريكان اخبروه انه اخبرني اكثر من مسؤول امريكي في الاسابيع الاخيرة ان السعوديين بيقولوا على انفراد ان هم عايزين من اسرائيل تدمير حماس مؤتمرات السعودية اللي بيقوم بها السعوديين في واشنطن والجولات حول العالم تدور الاستلاك المحلي دي وجهة نظر صحفي اسرائيلي لكن وزير خرج السعودي قال احنا كلامنا في الداخل والخارج واحد طيب الواقع في اسرائيل بقى هل برضو فيه خلاف كده زي بعض مواقف الدول العربية ولا اسرائيل كلها على قلب رجل واحد الحقيقة 48 ساعة اللي فاته فيها مجموعة من التصريحات المثيرة للغاية على رأسها مثلا ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اللي فتح النار على بنيمين نتنياهو وحكمته وبعض الوزراء الموجودين فيها نتابع حجوم شديد من ايهود اولمرت على نتنياهو وسموتريتش وبينغفير ايضا موقع الحرة نقل على لسان ايهود اولمرت ايضا ان المجتمع الدولي سيجبر اسرائيل على انهاء الحرب قال انه اذا استمرت الحكومة الاسرائيلية في رفضها الكشف عن تصورها لما سيكون عليه القطاع بعد انتهاء الحرب سيجبرنا المجتمع الدولي على انهاء هذه الحرب في هذه الاثناء ايضا المؤرخ الاسرائيلي الان آآ بابي تحدث عن وجهة نظره في الاحداث الجارية في قطاع غزة واصفا اياها بانها بداية النهاية للاحتلال الاسرائيلي وقال ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصارع من اجل وجودها ليس من اجل ازدهارها اعتقد ان اسرائيل ليست دولة بل مشروع استعماري استيطاني اضاف الان بابي وقال ان هذا المشروع يرتكز على ثلاث ركائز كلها هشة الركيزة الاولى هي اصولها وتبلي اسرائيل بلاء حسنا من هذه الناحية بسبب دعم الولايات المتحدة الامريكية لكن هذا ممكن ان يتغير الركيزة الثانية التماسك الاجتماعي للمجتمع الاستيطاني ويقول الان بابي ان هذا التماسك لم يعد موجود والتمسك القائم على كراهيات العرب او الفلسطينيين ليس امرا مستداما الركيزة الثالثة والاهم هي الشرعية بيقول الان بابي ان اسرائيل تتمتع بشرعية لدى الحكومات الغربية لكنها فقدت دعم المجتمعات المدنية الغربية اشتركوا في القناة